أشكر هذه الدعوة إلى إلقاء محاضرة حول إشكالية تهم جميع المجتمعات العربية وتهم تونس كذلك وحول موضوع قل ما نتعرض إليه فكل الأنظار مشدوها نحو قضايا دستورية وقانونية حول السجال الهادئ أو العنيف بين التحديسيين وبين المحافظين الذين يدعون الإبقاء على نموذج الشريعة الإسلامية أو المزيد منه وهنا مفارقة في الحقيقة في هذه الانتفاضات العربية فأنا أعتقد أن أصل الانتفاضات أساساً كانت تملم للشعب من أوضاع الفقر والتهميش والبطالة ومعظم الشعارات التي رفعت تقتصر بمطلب واحد الخبز والكرامة ومع ذلك فلم نشهد بالساحة العربية ولا الساحة الدولية المهتمة بالساحة العربية أي نقاش حول ماذا حصل في النموذج التنموي العربي لماذا كانت التنمية مشوهة لدرجة أن فئات واسعة من الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج انتفضت في ربيع 2011 وأنا أعتقد أن إذا المجدلات التي لا تنتهي بين أنصار الشريعة الإسلامية وبين التحديثيين العلمنيين هذه المجدلات التي لا نهاية لها وبدأنا نملها أيضاً إذا أخذت هذا التوسع الهائل لأنه فيه فراغ كامل في مناقشة القضايا الاجتماعية قضايا تملك العلم والمعرفة وقضايا معاينة ماذا حصل بالاقتصادات العربية فأود هنا أن أذكر الجمهور الكريم بأن في بداية الستينيات كانت دولة مثل تايوان كوريا الجنوبية سنجابورة تايلاند أفقر من الدول العربية أفقر من دول مثل مصر أفقر من دول مثل تونس والمغرب واليوم أين هم هذه الدول هذه الاقتصادات وأين نحن ولذلك أعتقد أن بإيجاز تاريخي ما حصل في العالم العربي هو أن بعد فترة إنجازات كبيرة لمصلحة الشعوب العربية في الخمسينيات والستينيات بتعميم التعليم الرسمي وفتح التعليم الرسمي لأبناء الشعب بتأمين تأمينات اجتماعية للفئات العملية بأيضا إقامة الإصلاح الزراعي في مصر في سوريا في العراق تم تراجع كبير بكل هذه المواضيع بدأ بسياسة الانفتاح للرئيس السادات في مصر وأيضا شهدت الاقتصادات العربية موجة من المظاهرات الشعبية ضد غلاء المعيشة ضد زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية في كل من المشرك والمغرب وهذا كان يدل كان نقوص خطر بأن شيئا لم يؤتي أي نتيجة في السياسات الاقتصادية التي أصبحت تطبق ابتداء من السبعينيات وبشكل متسارع ابتداء من الثمانينيات والحقيقة أن كان أمام الدول العربية عندما مرت بهذه الأزمة في بداية السبعينيات إما خيار طريق تطبيق النموذج الشرق أسيوي وهو نموذج أسسته دولة اليابان بثورة المييجي سنة 1870 أو اتباع نموذج وفاق واشنغتون الواشنغتون كونسنسس لم يكن هناك طريق ثالث ولسوء الحظ ما حصل أن الطريقة التي تبق فيها نموذج واشنغتون في المنطقة العربية أدى إلى تعميق نظام اقتصاد ريعي لا يتطلب أي جهد ابتكاري إنتاجي أي تأصيل لتملك العلم والتكنولوجيا وهو في الحقيقة نموذج اقطاعي بالشكل حتى القديم الذي كان يسوده في أيام السلطنة العثمانية أي النيو باتريمونيالية النيو باتريمونياليسم طبعاً وأذكر بمقولة شهيرة لأحد الاقتصاديين المصريين البارزين وهو جلال أمين ابن الفقيه الكبير أحمد أمين عندما وضع مؤلفاً بعنوان تحديث الفقر في العالم العربي فما تم في الحقيقة عندنا هو تحديث الفقر إنما ليس تحديث الاقتصاد والمجتمع وهذا ما سأفسره كانت المراهنة عندما قبلت الحكومات العربية بالخضوع إلى وفاق واشنغتون أن تراجع دور الدولة في الحمايات الاجتماعية سيعوضه بل سيزيد عليه القطاع الخاص بالنسبة خاصة إلى زيادة الاستثمارات حيث أن استثمارات الدول تراجعت فكانت المراهنة بزيادة استثمارات القطاع الخاص في زل إجراءات تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وأيضاً المراهنة بأن حالة التشغيل ستزيد أيضاً ولن تأكل البطالة مصير جيلين على الأقل من العنصر الشاب العربي وهذا ما يؤدي إلى نزيف الأدمغة الذي سنتحدث عنه فيما بعد والحقيقة عندما نتكلم اليوم بكسافة تحت أدب نفوذ أيضاً أدبيات واسعة وكبيرة ومتعددة من المصادر دولية وأكاديمية ومؤسستية عن محاربة الفقر نتكلم في معظم الأحيان عن وصفات بلسمية أي حفنة مخففات لوجع الفقر فالسياسة الوحيدة كما سنرى لقضاء على الفقر هي السياسة تحقيق حالة التشغيل الكامل للقوى العاملة في البلد خارج تحقيق هذا الهدف فالفقر تكون محتم علينا ولا علاج جدي للفقر سواء قضينا على الدعم على السلع الأساسية وأعطينا مساعدات للعائلات الأكثر فقراً أو اخترعنا صناديق تنمية اقتصادية اجتماعية للمشاريع الصغيرة العائلية الطابع هيدول كلهم مسكنات هيدا ليس الوصفة للقضاء على الفقر ويجب أن يكون بالفعل الهدف الأساسي بأي حكومة هو القضاء على الفقر وأنا أعتقد أيضاً أن هناك مخزون من الأدبيات المهمة الذي لم يتطل عليها معظم الاقتصاديون العرب أدبيات حول ما يسمى الدول التي دخلت التصنيع متأخرة نموذجين في القرن التاسع عشر نموذج بروسيا ألمانيا في زل حكم بيسمارك والنموذج اليماني الذي انتشر في القرن العشرين إلى سائر اقتصادات شرق آسيا ونرى اليوم ازدهار دول كانت دول ريفية حيث كان يسود الفقر والتهميش المطقع عند الريفيين وأيضاً من الملفت للنظار أن محمد علي باشا في مصر كان قد دخل في عملية تصنيعية وتحديثية ضخمة خمسين سنة قبل اليابان الميهيجي وفشلت التجربة لأسباب لن أدخل فيها وأما التجربة اليابانية ورغم انكسار اليابان في الحرب العالمية الثانية فتابعت مسيرتها وتمكنت أيضاً اليابان من تعميم نموذجها في محيطها الأسيوي وتأمين نهضة أسيوية كبيرة جداً وهناك أيضاً النموذج الصيني المكمل للنمازج الدول التي تدخل متأخرة في حلبة التصنيع والتحديث الاقتصادي لكن الأنظار العربية كلها والثقافة العربية كلها أصبحت فقط مرتبطة بالإديولوجيات التي تأتي من أوروبا والولايات المتحدة والأدبيات العربية حول التجربة اليابانية أو تجربة دول شرق آسيا الناشئة تحصى على أصابع اليد ولا تثير الاهتمام الكبير مع العلم أن البنك الدولي ذاته وبعد مجدلات كبيرة وراء الكواليس قد وضعت سنة 1994 تقريراً واسعاً أتى كتوفيق بين وشهتين نظر مختلفة الوشهة النظر الأمريكية النيوليبرالية ووشهة النظر اليابانية التي هي كانت تقول بأهمية الدولة في مجال التصنيع فهذا التقرير الذي اسمه الأعجوبة الشرق آسيا The East Asian Miracle لم أرى بين أيدي المثقفين العرب أو بين أيدي الاقتصاديين العرب مع أن هذا التقرير غني بالمعلومات وبالمعطيات وفي المحصلة أنا أعتقد أن بناء الديمقراطية هدف مستحيل البلوغ طالما نبقى في الحلقة المفرغة والمشوهة للاقتصاد الريعي لذلك أي دخول في مصار مستقر للديمقراطية يتطلب إعادة النظر بالنموذج التنموي الريعي الذي نتعمق فيه والذي لم تغير لسوء الحظ الانتفاضات والثورات العربية وتغيير الأنظمة لم تغير إلى الآن شيئا من هذا النموذج الريعي ما هو النموذج الريعي؟ هو النموذج حيث أن قلة من أعيان المجتمع تتملك مصادر مواد أولية همة أو مواقع جغرافية استراتيجية وطرق مواصلات همة للغاية فتأخذ ريعة وهذا الريع يولد نشاطات تجارية يولد نشاطات مالية توظف الأموال في البورصات الأجنبية ولا تولد التصنيع ولا تولد التصنيع لأن الأرباح المتأتية من القطاعات الريعية الطابعة وهي كثيرة وسأعددها فيما بعد لا تعطي أي نوع من الدفع إلى أصحاب الرأسمال بأن يدخلوا مخاطرة أو مغامرة بين مزدوجين الابتكار الصناعي الذي يتطلب الجهد المتواصل الذي يتطلب الاستثمار في الموارد البشرية الذي يتطلب إنفاق على الأبحاث والتطوير أنا أبحث منذ سنين عن ما هو مقدار المبالغ المستثمرة من قبل القطاع الخاص العربي في الأبحاث والتطوير إلى الآن لم أصل إلى أي نوع من الإعصاء أو من المبلغ ونحن نعلم أن القليل من الأموال الموظفة في العلم والتكنولوجيا تصرف وتأتي في معظم الأحيان من ميزانيات الدولة وليس من أرباح القطاع الخاص وفي هذا لا أتهجم على القطاع الخاص إطلاقا لأن رجل الأعمال رجل عقلاني يذهب إلى القطاعات التي يكون مردودها عالي بدون جهد كبير لذلك عملية التصنيع تتطلب الدعم والتشجيع بأسليم مختلفة سأصفها فيما بعد من قبل الدولة لن أدخل في الأصل التاريخي للنظام الريعي أذكر بشكل سريع للغاية النظام العثماني الذي كان أيضا مبني على النظام الريعي وعلى الإقطاع كما بعد ذلك من ورث هذا النظام الدول الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية والاقتصاد الاستعماري اقتصاد مبني أيضا على الريع على استغلال مواد أولية وإرسالها إلى المراكز الدول الصناعية الكبرى فإذن الجزور عميقة وليس من السهل اقتلاع هذه الجزور إنما بنظري يجب أن نبدأ في هذه العملية ومن الأمثلة أيضا التي يجب أن نتذكرها بمساوي الاقتصاد الريعي ما حصل لإسبانيا التي كانت أعظم قوة في المتوسط والتي كان لها ابتكارات وكان لها قدرات صناعية في ذلك الزمان عندما اكتشف تم اكتشاف القارة الأمريكية وأصبح الاقتصاد الياباني يعيش من استراض الدهب من أمريكا الجنوبية وارتاحوا الشباب عاشوا من الدهب وأصبحوا أكبر بلد متخلف في قلب أوروبا فإذن الخروج من الاقتصاد الريعي يتطلب بالفعل نوع من الاستعجال لكي نصل إلى بر الأمان أيضا هنا أزيد ملاحظتين أو ثلاث ملاحظات هناك مفهيم مقولات طنانة رنانة نجدها في كل مكان في الأدبيات الدولية حول التنمية يجب أن نزيد قابلية الأشخاص لأن يجدوا فرصة عمل أمبليابيليتي أما يا إخواني وأخوات إذا ما في طلب على مزيد من العمالة فمهما زدنا النفقات على التدريب وعلى التعليم فلن يزيد مستوى التشغيل في البلد أيضا مقولة أخرى تخيفني ليونة الأجور فليكسيبيليتي فليكسيبيليتي دي الخضايا طيب وقت ما بنشوف بالأوساط الفقيرة العربية شو هو مستوى الإراد الشهري كيف يمكن أن نخفض أكثر هذه المدخيل المتواضعة وسنرى أن هناك في العالم العربي قضية كبيرة هي قضية الأرياف التي منذ استقلال دولنا باستثناءات قليلة لا أحد يهتم فيها ومنذ سنة ونفذ السنة حضرت في مونبليين في مركز الشهام الذي هو من أهم مراكز دراسة القطاعات الزراعية كانت أجتماع طويل لمهندسين في الري من كل دول المتوسط وكان في وجود وف تونسي كبير ومغربي وجزائري وخلال مدة يومين لم أسمع إلا عن التقنيات الري الحديثة وعندما طلب مني الكلام في آخر الندوة قلت للحضور أستغرب سمعت الكلام الكثير عن الري والمي والتقنيات استغلال المي بأحسن الطرق لم أسمع كلمة فلاح أين الإنسان لا يمكن أنتم المهندسين من فوق تخططوا وأنتم لا علاقة لكم بالإنسان الذي هو يفلح الأرض وبالفعل تعجبت وكلما أفكر بالأمر هناك قضية ريفية في مصر هناك قضية ريفية في العراق هناك في سوريا في تونس وفي تونس أيضا الثورة قتت من منطقة ريفية باستثناء الدول السحراوية هناك قضية ريفية لم تحل في لبنان أصل الميليشيات المسلحة خلال الحرب الفتاكة بين الطواقف اللبنانية بين 1975 و1990 أصلها الريفيين الفقراء من كل الطواقف وأنا أعتقد أيضا أنه معظم حركات العنف العربية التي تقتل مسلمين آخرين بحجة الدين تأتي أيضا من بيئات ريفية بيئات فقيرة بيئات مهمشة هناك عدة مؤشرات للنمو المشوه سأمر عليها بسرعة لنستكشف ما هي السياسات الاقتصادية العامة البديلة التي يمكن أن نبني عليها لتغيير النموذج من نموذج مشوه إلى نموذج إيجابي وصالح أولا هذه المؤشرات التي أعطيكم إياها مستقاط من مصادر دولية بشكل خاص من مصادر منظمة العمل الدولية التي لها بالمناسبة أفضل الدراسات حول هذه القضايا وتتعلق بوضع اليد العاملة ووضع السكان وهي تتميز الاقتصادات العربية بهذه الميزات السلبية أكثر بكثير من أي منطقة أخرى في العالم أولا أدنى النسبة للسكان العاملين بالنسبة لمجموعة السكان هي بالعالم العربي هي 45% المعدل العالمي 61% المعدل في جنوب شرق آسيا 70% شوفوا قديش نحن بعاد حتى عن المعدل العالمي طبعا نعلم جميعا تدني مستوى اشتراك المرأة في سوق العمل نحن هنا أيضا الإحصاءات تدل على تأخر المنطقة العربية بشكل دراماتيك نسبة العاطلين عن العمل هي الميزة الثانية وبشكل خاص العنصر الشاب بين 15 سنة و35 سنة هي 25% في العالم العربي بالنسبة لهذه الفئة العمرية ما في منطقة أخرى بالعالم عندها هالنسبة من البطالة لدى العنصر الشاب باستثناء إسبانيا مع الأزمة التي صارت الأزمة المالية الغربية التي صارت بالسنين الأخيرة تلاتة ركود الأجور الحقيقية بل لدى العديد من الفئات الاجتماعية تراجعها وهناك عدة مؤشرات للفقر بالعالم العربي لنأتيل حولها إنما لا بد من إعطاء بعض المعلومات بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تصدره منظمات العمل العربية العمل العربي المشترك في الكويت متوسط الدخل في الأرياف بالعالم العربي لا يتعدى 320 دولار سنويا عندما يكون حجم الأمطار كاف إذا كان حجم الأمطار أقل ينزل هذا الدخل المتواضع للغاية متوسط الإنفاق اليومي للشخص في العالم العربي خمس دولارات وهناك 21% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في المهار 22% من السكان العرب ليس لهم أي تغطية صحية ولا أي إمكانية للدخول والاستمرار في النظام التعليمي السما السلبية الرابعة هي أن معدلات النمو في عالمنا العربي أكانت بالدول الصحراوية الطابعة مثل الدول الخليجي العربي أو الدول التي لها قطاع زراعي معدلات النمو مرتبطة حصراً بعوامل خارجية ولا أي نوع من الارتباط بالجهد الداخلي مرتبط بأسعار الطاقة بتساقط الأمطار بالنسبة للقطاع الزراعي بشكل خاص بتغييرات في تدفق عدد السياح إذا في عملية إرهابية ببلد من بلداننا يهربون السياح أو إذا في أزمة اقتصادية حد بأوروبا يقل عدد السياح مع ذلك تحويلات المختربين نحن بالاقتصاد الريعي وصلنا إلى درجة أننا نصدر عقول أولادنا كأنهم النفط الخام وننتظر التحويلات التي هي الفتاة بطبيعة الحال فنتعب على تربية أولادنا وننفق عليهم والدولة تنفق عليهم وأحيانا ندفع مئات الألاف من الدولارات لإرسالهم في الجامعات المرموقة في الغرب وعندما يدخلون سوق العمل بدول المضيفة فالقيمة المضافة تذهب إلى الدولة المضيفة ونحن نخسرها تأتينا الفتاة بشكل تحويلات المختربين وتحويلات المختربين أيضا هي مرتبطة إما بأسعار النفط أي الطلب على اليد العاملة أو التقنيين العرب في دول عربية المصدرة للنفط أو مستوى الطلب أيضا لليد العاملة في الدول الأوروبية أو في أمريكا وكندا وأخيرا متكلة أيضا لبعض الدول على حجم المساعدات الخارجية أخذ مثال دولة مثل الأردن صحيح أن التونس أصبحت أقل اتكالا على المساعدات الخارجية إنما ما تزال قضية المساعدات الخارجية قضية مهمة في المغرب كذلك وفي لبنان وحتى في سوريا سابقة السما الخامسة السلبية هي هجرة الأدمغة أعلم أن هناك أدبيات اقتصادية تنصح الدول النامية الفقيرة التي لم تنجح في التصنيع بأن تصدر الأدمغة وحتى اليد العاملة غير المهرة فهذا يخفف من عبء سوق العمل ومن عدد العاطلين عن العمل وهذه الأدبيات تصور أن المغترب عندما يعود إلى الوطن إذا عاد أن عودته ستكون فاتحة كبيرة وسيستثمر أموالا كبيرة بالخبرات التي اكتسبها هذا كلام جميل في الواقع كل الأبحاث التي أجريت عندكم في تونس وفي المغرب وعنا في لبنان المغترب عندما يعود يبني مسكنا فخما يشتري إذا فقير بقالة صغيرة وإذا غني يقوم بمول أو ببنايات فخمة فيعزز ويعمق الريع العقاري وإنما التوجه أموال المغتربين إلى القطاعات الإنتاجية قطاعات العلم والتكنولوجيا هامشة للغاية وأجريت بعض الحسابات سألخصها بدقيقتين حتى ما أطول كونت مجموعة إحصائية فيها دول فقيرة للغاية غير عربية ودول عربية يعني حطيت مثلا الفيليبين مع سريلانكا ومع نيجيريا لدولة نفطية مع معظم الدول العديد من الدول العربية هذه الدول هي دول مصدرة لليد العام لغير المهرة وللعقول قبضت بين 1990 و2007 800 مليار دولار بدون ما أعمل عملية تحيين قيمة 800 مليار دولار أي إعادة التقييم لأن التضخم يفعل فعله بالإضافة إلى 200 مليار دولار مساعدات خارجية الفيليبين ما تزال فقيرة وما تزال ترسل النساء الخادمات في المنازل أو في المستشفيات نيجيريا رغم سروة النفطية فقيرة للغاية بالدول التي اخترتها السودان وتونس 11 دولة سبعة دول المستوى الناتج المحلي الدخل للفرد هو أقل من 2000 دولار إحصاءات 2009 أربعة منهم أقل من 1000 دولار والباقي يتأرجع بين 3000 و5000 دولار بهذه الفترة آية 990 2007 الذي زاد فيها تحويلات المغتربين 800% الناتج المحلي لتلك الدول زاد 170% فإذن الارتباط قليل للغاية بين الهجرة وبين معدل النمو دعونا نأخذ دول شرق آسيا التي لا يوجد سياسة تشجع الإختراب والهجرة كوريا الجنوبية الدخل للفرد سنة 2019 19000 دولار بينما نيجيريا التي لديها نفط 1370 دولار الجزائر بعد سنة 2000 استطعت أن تظهر الدخل الوطني ليست ما التي لديها نفط ازدياد أسعار النفط إلى 5000 دولار لكن قبل كان 2000 دولار سنجابورا 38000 دولار تايوان 17000 دولار وفينا نزيد هذا يدل أن الدول التي لا تصدر اليد العاملة ولا الأدمغة والتي تعمل بالسياسة التشغيل الكامل هي التي تنجح في التنمية وليست الدول التي يتعمق لديها آليات الاقتصاد الريعي بإرسال اليد العاملة والعقول للخارج كأنهما النفط والغاز السما السادسة وهي متفرعة عن السماات الأخرى الاستثمار الخاص يتجه فقط إلى قطاعات الريح وهناك أيضا سلسلة من الإحصاءات جمعتها مشكورة الأسكوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة شرق آسيا غربي آسيا عفوا تؤكد أن 80% من الاستثمارات في المنطقة العربية بما فيها الاستثمارات البينية العربية تسهب إلى قطاعات الطاقة لزيادة القدرة التسديرية إلى الخارج تسهب إلى القطاع العقاري الذي يستأثر بشكل كبير بأموال القطاع الخاص نظراً للمردود العالي للغاية وتسهب أيضاً إلى القطاع السياحي والقطاع التجاري وليس إلى القطاع الصناعي خارج طبعاً الصناعات التحويلية الخفيفة حيث نستورد 80% من الخارج ونغلفه ونعلبه ونبيعه في السوق المحلية بمستويات ربح خيالية وهذا كما ذكرت شي طبيعي شي عقلاني طالما بنية الاقتصاد بنية ريعية رجل الأعمال سيذهب إلى القطاعات الريعية ولا يفتح مجالاً لوحده خارج أي إطار سياسي يؤمن النجاح في موضوع توطين العلم والتكنولوجيا والتصنيع القابل للمنافسة الدولية السمة السادسة السابعة تعلمون يا أكيد المستوى المتدني للأبحاث والتطوير أي بالمعدل نصب المئة من الناتج الوطني مركز في معظم الأحيان لدى الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة مقابل ما بين 1.9% و2.5% بالدول الأخرى والدفع على ذلك أن ليس في الدول العربية أي نوع من النظام الوطني للابتكار أي خطة متكاملة تهدف إلى إرساء قواعد قدرة ابتقارية في المجالات الصناعية والخدمتية التي تتطلب العلم والمعرفة وتدر قيمة مضافة عالية وتعطي طبعا وظائف لائقة للعنصر الشاب المتعلم وسأتكلم عنه فيما بعد المتعلم